أي ولد مدلّل يكره في نهاية أمه وأبوه هل نمنع الجواوي من عيالنا وهذا الشيء حنا نعرف أنه صعب؟ أنا كرهت الصراحة يا أخي أمي تعطيني يجيون بالمشارط خليني أقول خليني أقولك كلام شديد أعرضوا أنا شا أقول مو بنتربي ولكن مات على الكفر ابنه مات على الكفر فإدليش تخلني بحروم محروم محروم عقوب يمفجر في احتياج صعب وفي شهوة متبادلة هل نمنع الجواوي من عيالنا وهذا الشيء حنا نعرف أنه صعب؟ كان الصراحة لا دايب تربط الهرقوب دي بس وثاني شيء أنا أدري أن هذا صارت نكدر تبكونا دين وطين حلقة اليوم مهمة جدا تحت عنوان التربية فإن شاء الله أنها راح تهم الكلم ومحاورها كثير بتهم الطفل بتهم الشباب بتهم الأباء الأمهات حتى لو الأمر ما يعنيك لكن ما رده يعنيك في المستخبل أو ممكن حد من رابعك أو من هلك محتاج كم من نصيحة ممكن تسمعها اليوم بصراحة أنا عن نفسي شخصيا يعنيني وايد أمري واحد وثلاثين ما ردي أكون مقبل على الزواج بس أنا راح أبدأ بأن يا أبو خالد نحن نشوف الحياة لنوعين من الناس جميل نشوف الزين ونشوف الشيء وأنا بصراحة عندي قناعة شخصية دين وطين أنا عندي قناعة شخصية أني لما أشوف شخص زين خلوق ما يكذب ما يضر الناس فتلقائيا أنا أقول متربي عدل وفعلا لما تشوف الأب تشوف المربي صالح سبحان الله حتى من أول ما تشوفه قلوا آه عشان شديد الولد طرح والعكس صحيح لما نشوف الشيء عرضوا أنا شاقول مبم تربي ويطلح فعلا الأب مقصر فهل هذا القانون إذا الولد زين معناته فيه تربية زينة في البيت وإذا الولد مبزينة التربية مبزينة هو قانون قانون ولذلك عندنا الكلمة جميلة اجعل من يراك ربك هذه هي رسالة لكن هذه القاعدة أحيانا فيها استثناء يعني دايما نقول من زرع حصد صحيح ومن سارع للدرب وصل فقد يسير الدرب ولا يصن وقد يزرع ولا يحصن صحيح هذا هو أقصير لكن الأصل اللي تفضلت فيه لنتفق معك هذا هو الأصل لكن تأتي هناك استثناءات أن الأب يبذل كل جهده ولكن لا يكتب له التوفيق ما في فايلة في الولي الآن حتى يوم القيامة لا نسأل هذا السؤال وما نجد إجابة يعني مثلا سيدنا نوح عليه السلام نبي من أنبياء العزم وأول نسل الله عز وجل إلى خلقه سيدنا نوح اجتهد على ولده بكل ما أتي من قدرة ومهارة والأنبياء وهم أكمل الناس في هذا الباب ولكن مات على الكفر ابنه مات على الكفر فهل يحمل سيدنا نوح تبعات هذا الكفر نقول له لا رسالتنا اليوم اللي بنوصلها للأب وللأم أهم ركنين في التربية الأب والأم صح؟ يمتلكون هذه المهارات حتى يوصلونها الصح لعيالهم ليش؟ مشكل كلمة سمعها الولد فهمها مشكل كلمة فهمها اقتنع فيها مشكل كلمة اقتنع فيها راح يطبقها مشكل كلمة طبقها راح يواصل صح؟ لذلك العمل اللي تحتاج إلى استمرارية ومتابعة وفهم وإدراك وتوصيل المعلومة في الوقت المناسب والمكان المناسب طيب وخالد شون؟ هل التربية صعبة؟ شوف أخوي براشد الأنبياء جاءوا لي بناء عقول عقول البشر وهي أصعب مهمة الله وكّل فيه الأنبياء اليوم احنا ممكن نبني برج من مئة دول طيب بحت موقع في البرج قدامي قلت والله ما عجبني بتوقيع واحد يهدم؟ نعم يهدم وابنيه بطراز مختلف في مكان آخر نعم يبنى أنا عندي فلوس يبنى ولا ما يبنى؟ يبنى يهدم ولا ما يهدم؟ يهدم لكن دعال وأجيب لك إنسان دخلت في عقله فكرة خاطئة أقدر أطلعها؟ احتمال نعم؟ احتمال نعم صح؟ واحتمال نعم واحتمال نعم لذلك هي مهمة صعبة لكن ولدك هذه اللي ربيته أصبح مشروع وقفي صدقة جارية صدقة جارية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثلا صدقة جارية أو علمه أن ينتفع به أو ولد صالح لازم يكون صالح لأن لو مصالح ما بيدعيه أنا ربيته يكون صالح خلاص أديتنا مهمة كما أراد الله عزوز سبحان الله صحيح وأنا دايما أشوف أوقات مثلا أبو يفارق الحياة نعم وتلقى ولده من شاء الله يتصدق عنه ايه يعتمر عنه حتى لو يسوي خير له لنفسه هو مش للمتوفق تعتبر صدقة جارية لأنه سبر من الخير أني سوه تربية أبو والله سبحانه تعالى أشي يقوله في القرآن الكريم وَقُرْ رَبِّ يَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِيزْ يا جمعاني فيه تربية معناها فيه تعب معناها فيه متابعة بعدين أولد صالح يدعو له فأنت قاعد يتجهز لنفسك عمر ثاني قاعد يتجهز لنفسك صدقة جارية ومشروع وقفي قد يستمر إلى مئات سنة الله يا شيخ نواي تحلو أن الواحد يفكر بهذه الطريقة يعني أنا أبنكر هذه ما كانت في بالي بس الحين ممكن فعلاً تكون في بالي لما أتزوج ويبعي عياد أنه في بالي أنا قاعد يسوي كأنه مشروع والعياد أساساً هم رزق وامتداد لك الآن لو سألتك سؤال كم ناوي تعيش يقولي بخارد الأعمار بيد الله صحيح لكن لما يجيني ولد ضيف سبتين سنة في عمرك ولدك يجي ويجيك ولدين وثلاثة وأربعة هذه كلها أعمار لك وكلها أعمال لك كل عمل يكون فيه ابنك لك إذن وجود الذرية رزق والاهتمام فيهم صدقة جارية المسؤولية بخار نعم مسؤولية التربية هل هي فقط على الأم والأب مثل ما الأغلب عارف شي هذا جميل أنا بقولك شي المسؤولية نافسية شونت نافسية يعني الأب يأخذ النصيب الأكبر أوكي والأم تنافسته بتاخذ مو بنا بنقدم استقالاتنا التربوية من البيت والانسحب بعطيك مثال أنا جاءني مولود علمت سورتي فاتحة أنا سبكت أمه في تعليم سورة الفاتحة أوكي كم سنة رح يصلي كم سنة رح يصلي في سورة الفاتحة كل يوم كم مرة رح يقرأها ورح يعلمها ولده هاي كلها لمن؟ لي للي علمها اي لما نحدد الغايات بتصير المنافسة أن كل واحدة بيشتغل أكثر لأن درجات الجنة إذا ولدي يطلع فوق أنا أطلع معاه وإذا أنا طلعت فوق هو يطلع معاي هذا من فضل الله علينا الآن أنا أعمالي قليلة هذا كلم جميل اي ولدي درجات أعلى طيب هو في درجة وأنا في درجة؟ لا من كرم الله يفعني آلي درجته وإذا كانت أعمالي أكثر أنا فوق وهو تحت الله سبحانه رفعه هو لي وكأن كل واحد يشفع للثاني طبعا وكل واحد يرفع في درجات الثاني فإذا كانت العقلية بالطريقة هذه العقلية بالطريقة هذه قلت لا الأمور ما راح نقول والله دورك ولا دوري آه نمس وقفت للصلاة لا الكل يبي وقف الكل يبي ياخذ وبعدين لما أنا أقدم أي شيء كأب أو كأم ترى مجرد ما تقدم أنت قبصت الثمن من الله لا تمنع عليك والله أنا قدمت أنا سويت ترى ييبا لما قدمت استلمت من الله عز وجل الثمن مباشرة لما قدمت يا أم وتعبتي وسهرتي ترقبت ثمن من الله عز وجل مباشرة فلا ثمنين هالعيالك بس ليشوف أبو خالد إنه يعني لو بحط نسبة معين يمكن أقول لك سبعين بالمئة يمكن للأب والأم لأن احنا نشوف أن المدرسة ربي أصدقاءها هي ربون أخطر يأثرون يمكن أخطر نعم الأخوان يأثرون أخوانا الأكبار يأثرون سواء أخوانا أو أخواتا الإعلام والتلفزيون والسوشيال ميديا ولها تأثير كبير اليوم على النسوشيال ميديا يعني الطفل فعلا يتعلم من الأشخاص اللي يتابعهم تلقى متيم أنا تصير معاي شخصيا يعني أنا مرة يعني موقف طريف كنت أشرب مشروب طاقة ما أقول اسمها ومصور وأكل اسكريم أنا أقول دائما أنه إذا رحت الدكان على شيء دائما أقول لها في السناب أقول إذا رحت الدكان إذا ما أبي شيء أشرب على المشروب وأكل على اسكريم قطيتها قطة ثلاث ثواني والله كلمتني أم أثرت فيني سبحان الله كأن كلهم ما تكلموني يا عبد الله إعيان ما يقلدونك يقلدونك ما معناتها معناتها أنه يأخذون الزين والشين يوم اليوم كنا في سفرتنا هذه أول اللي قبلها قلت لك وراشد أنت اليوم مش في دائرة المشاهير في دائرة المؤثن فاتق الله في نفسك صحيح صحيح هذا الكلام قلت لي المهم صعب المهم صعب البيت هو رقم واحد الأب والأم هم الأساس لا شك ندلني ربون لكن الأب والأم إذا كانت عندهم غاية واضحة راح يعلمون عيالهم التربية هذه بمعنى خلنقسم التربية ثلاث أقسام للتوضيح خلنعتبر برع البيت عبارة عن بحر أوكي والبيت هو المكان الآمن في البيت أنا أعلم عيالي على السباحة لأنه برع بحر السباحة أنواع في واحد يسبح لمترين ويغرق وفي واحد لا ما شاء الله عليه يسبح ويروح يلف ويرجع وفي ثالث يسبح وإذا شاف حد غرقان يقدر ينقده البيت صنى في عياله في التربية أي نوع الأول ولا الثاني ما ليخص في غيري ولا الثالث أحسن 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 فالثالث هو الأمان الشخص اللي يدعو غيره لقيمه لمبادئة يولدي هذا غلط هذا حرام هذا ميجوز إحنا ما نروح هنا إحنا يفترضكم كذا هذا النوع الثالث من التربية اللي إذا ربينا في البيت حتى لو طلع في المجتمع سيؤثر ولا يتأثر لذلك باختصار ربي ابنك ليكون مربي وهو صغير بس مربي بخارد إن شاء الله أن أبوي ومي ربوني خير تربيا إن شاء الله وهذا الشيء إحنا أنا أستذكرة بمنع عمري صار 31 بس أنا أتذكر يومني كنت في المدرسة أنا ما كنت أحرص أنه والله مثلا الشخص المبزين ما أراف جاء أبدا لا إحنا طالب في صف واحد معنا 25-30 طالب في صف واحد لو ما رفشت برة ما ردي أسوله في معامل بصدي مدرسة واحدة شيخ وفي شيء مهم أنا ما ببي أبين لأني أنا خايف منه وهذا الشيء تدري بيأثر على شخصيته وعلى ثقتي فأنا في صراحة أتكلم عن نفسي إن كنت معهم عادي وأسول فأخذ بس ما أتأثر بالسلبيات بالعكس الحمد لله أنا كنت أحس نفسي مؤثر عليهم واحدة على واحدة على واحدة ممكن أغير منه رافجهم بس أنت جرهم لي جرونك جرهم لزين على موضوع المسؤولية يا أبو خارد في أبا وأنا ما أدرش أتخيل نفسي منهم في المستقبل لأن الإنسان مثلا ويد مشغول يردت يا براش إن شاء الله إن شاء الله لا يكتب لنا الزوج الصالحة إن في أبا فعلا ويد مشغولين هو قاعد يشتغل عشان يجيب عليه فلوس مثلا للبيت للأم للعيال لمستقبل عياله ففعلا الموضوع وقت نحن اليوم عندنا 24 ساعة أنا دائما كلمتلي أتمنى اليوم فيه 36 ساعة بس يومنا 24 ساعة هشي ما يتغير طيب شو الحل يعني الأبو ما يندر يجاب العيال 20 ساعة مثل ما يقلون جميل هو لو جينا لابن خلدون رحمه الله يقول أفضل بيئة للتربية هي بيئة الوسط من لم يشغله فقر ولم يشغله غناء ففي أب شغله الغناء وفي أب شغله الفقر الآن تفضلت سؤالك في اللي شغله الغناء أو شغله رزقه اليومي أيهو الوسط إن خلفاق قديما نفس الشي كان عندهم مسؤوليات فكانوا يأتون بأبناهم برجل يسمى الحكيم أيوة الحكيم أنا قاعد أربطها بالمراكز التربوية اليوم المراكز التربوية اليوم نعم المراكز التربوية اليوم بما ثابت قديما كانت العرب ترسل أبناها إلى البادية تغيير بيئة واعتماد على النفس والابتعاد عن البيت لأن التربية القيادية ما تقيت ربيها في البيت تبي تربي ولدك قائد لازم يطلع لازم يجرى خارج عدبة الباب بيتعلمها هناك أما في البيت ما رح تعلمها لازم يذوق التجربة لازم يروح ينافس أقرانه في البيت صعبة توجد لهذا البرنامج فقديما كان يرسلوهم إلى البادية اليوم المراكز الشبابية هي بمثابة البادية قديما هناك منهم متخصص بهذا الباب وكل البرامج فيها أقران يعني إذا ولدي عمره سبع سنوات ولدي الثاني عمره عشر سنوات شوي نفسهم بعثوا في البيت لكن لما تروح لأي مركز تربو على نفس العمر على نفس العمر فالمنافسة تصير والقوة تصير ويشوف نفسها بينهم بين ربعة كيف يتحمل أخطائهم كيف يتحمل المشاركة معهم لأننا في البرامج هذه ما نتعلم القراءة والكتابة نتعلم القيادة نتعلم الحياة الحقيقية مش الحياة المصطنعة خارج إن شاء الله متابعين نحنا من كلمك والعدد كمير واللي شوفونا في اللي عنده أخو في اللي عنده أخت في اللي عنده أم في اللي عنده أب بس في اللي في قد الأم واللي في قد الأب فمع ذلك ما ننسوهم في حلقة اليوم طالما حلقتنا عن التربية فإحنا نبي نجيب طاري إذا يشوفنا شاء سواء عمره خمس طاعش ستاعش سبع طاحش سبع طاحش وفاقد أمه وفاقد أبوه أو فاقد لذني من؟ يا ربي اليتيم النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ست سنوات أو لواحد فيك عمك والأخالق وإذا جدك موجود أخوك الكبير موجود أي إن كان ما حصلنا النبي صلى الله عليه وسلم وصل الأمة كلها أنهم يسندونك واليوم إحنا عندنا مراكز نعم هناك مراكز لإيواء الأيتام مع أمهاتهم يعني اليوم اليتيم يكفل مع أسرته يعني ما يكفل فيه في مكان إلا إذا كان فاقد الأبوين وهم قلة لكن بشكل عام الجمعيات الخيرية والمراكز اللي لها علاقة في هذا الباب قايمين بدورهم في هذا الباب يعني بخارة كفارة اليتيم تعتبر جزء من التربية لا شك والحلو اليوم أننا نقدر نكفل أيتام بطريقة سهلة جدا مثلا عن طريق تطبيق قطر الخيرية تقدر تدخل وتكفل الأيتام لا وتعرف أن اليتيم مالك موجود في أي دولة وتقدر تتابع معه أسبوعيا أو شهريا مع الشباب اللي موجودين في قطر الخيرية والأحسن أيضا تشارك عيالك في هذه الكفالات في تطبيق ثاني اسمه الأقربون جميل طبعا هو يتبع قطر الخيرية وفكرته شنو هو حلقة توصل بين الفقراء والأسر المتعثثة اللي ما تطلب وبين الغني أو التاجر اللي حاب يدوره على هالناس ويبي يعطيهم لأن هم من الأقربون اللي موجودين داخل قطر وركز معاي هنيه لأن كلامي مم بس حق التجارة أو حق الأغنية لا لا حتى حق الناس اللي محتاجين أنت إذا محتاج تقدر تنزل التطبيق هذا اللي اسمه الأقربون تنزله تعبي البيانات تسجل فيه يوصل الطلب هذا للجماعة في قطر الخيرية يشوفون البيانات وبعدها يشوفون من هو الشخص اللي ممكن يساعدك في هذا الموضوع وبعدها إن شاء الله يتم تقديم المساعدة لك وهذه أعظم تجارة لما التاجر مع الله عز وجل نقول له دائما ربح البيان وخار التأثير الإعلام والسوشال ميديا جميل وبالأخص السوشال ميديا النسبة الأكبر وتوقع لي تابعونا اليوم يتابعونا مثل برامج دين وطين يتابعونا ترى برامج تانية جميل إذا هناك في دين هناك في طين يطينها هناك فإحنا حيننا بنعرف هل نمنع الجواوي من عيالنا وهذا الشينا نعرف أنه صعب والولد بيخس بنقص عند ربعة مثلا أو شي صحب صار صعب تشيل التلفزيونات تشيل الجوال من يده تشيل الأيباد من يده تشيل الصح أني أدخلني الآيباد مثلا أو شي لهم جميل كنت مرة طالع من المسجد ولا ولي أمر فيه السلام عليكم وعيكم وسلام بوحادة عني سؤال قلت لي تفضل أحب القصص أنا أفوت في القصص ترى السفر هاي وحنا شي ايه فقال لي ولدي في خامس بتدائي أعطيه جوال ولا ما أعطيه السؤال هاي قلت لي تقدر ما تعطيه؟ كاني الصراحة لا ايه تابعونا تربطنا في رقبتي بس وتاني شي هو الأب ما عنده القدر أنه ما يشتريه الجوال لي لكن أنا أقول لك اليوم الجوال خلنا أقول لك كلام جديد الجوال السلبي والجوال المفزن أنا كعبد الرحمن أشوف أن الجوال عبارة عن كنز معرفي الله علم أنا أشوفه ثروة معلوماتية الآن لو أجريت معاك مسابقة وأسألتك أسئلة صعبة مثلا غزوة بدر كم شهيد من الأنصار تقولي لحظة بخالد افتح الجوال بتعطيه الإجابة صحي معنا تعفي فايدة كنز معرفي نجيت للسيرة لالتفسير لأي علم من العلوم المعرفية الإسلامية والدنيوية موجودة الدين والطين في الجوال للأسف الشديدة لا أستمر هذا الشيء للأسف الشديدة لا أستمر هذا الشيء وعياننا بدأ وين الآن ليش ليش أعطيك مثال ليش عيانا يحبون الحلويات حلويات ليش لأنه الولد بداية الفطان أول شيء تعطيه يستحليه فلو عطيته فواكه ترى رح يتمين فواكه ويحب الفواكه ويحب الأشياء المفيدة احنا في البداية عطينا الحلويات فهو استلد هذا الآن مصح فاحنا نقول يا اخي شفيهم عيالنا لعب مو فيهم انا اللي جبت له هذا الشي الجوال اللي قدامي فيه الدين وفيه الطين انا خوفي الان من الطين اي ففي حملات تسمعها بين وقت ووقت بين فينة وفينة يقول لك والله يا اخوي نرشد الآباء كيف يعني يشفرون جووي العيالهم كيف يتابعون يحطوا برامج معينة ويهقفوا برامج جووي لآخر اقول زين لكن لكن مو بعلى هذا الجيد زين لكن مو بعلى هذا الجيد احد الآباء كان يعني مسكين تعلم هذه المهارات وبدأ ايش يتابع عياله وجد ان عياله متابعين ومتابعين وان يدخلوا المواقع اليوم كل شي عارغين كل شي اليوم الاب الحاذق ترى الولد اشطر من الأب والنتstroke طبعا والدك اشطر من أبو يعنى الجهاز اليوم الاب الحاذق الاب اللي اللي الله نور بصيرته يشتغل على تشفير العين وليس تشفير الجهاز الله هذه حلوة احدى عن تشفير العين تشفير العين وليس تشفير الجهاز لأن الجهاز حتى لو شفرته ترى فيه عنده جهاز رفوجة عنده جهاز يعني ربعه في المدرسة فإذا احنا علمنا عيالنا اني يا ولدي الله عز وجل السميع البصير يراك ويسمعك في كل أحوالك يراك ويسمعك هذا التشفير هو اللي راح يعيش مع ولدي زي بكرة بيسافر وستعرض عليه المحرمات كلها بلاش وقد يأتي ما هو محرم ويدفع عليه أيضا لكن الولد لا تعلم السباحة من نوع الثالث يطلع يلف وينقذ الناس ويرجع للبيت بأمر الله عز وجل وحفظه سالم هذا اللي حنا بي أنا والله بخاردة أشوف أنه أبدا الحل مش في الحرمان والأسباب واضحة قدامنا ما ردى يروح عند رضع ما ردى يسافر مثلا دراسة فأنت ليش تخليه بحروم حروم حروم عقوبة يمفجر أنا أشوف أنه الموضوع كأنه أبرد تطعيم خلي التلفزيون خلي الأيبات خلي الجوال شاف شي غلط علمه كأنك تحط فيه أنت المرض بس شوي فيتعلم وشلون إذا أنا ما عرفت الغلط شنو بكرة أعرف أمن رابع لي وبيصالفهم معاي وبتكون حياة يديدة وربعي ممكن يحببوني فيه جميل بس الأب ممكن يجيبها بصيغة ثانية تماما يقول لها نعم هاي غلط شفتها طبع هاي غلط بخاردة أنا في لحظة يعني أنا أدري إن هذا صارت يمكن أرتبك منها ويمكن أستحق وأنا ما سألتك سؤال دي من قبل حتى في سفارة خلي الحين كدير وطين لأنه خايب أطيينها فعلا يعني الولد مرده يوصل لي سن البلوغ يبزي الشرب يخط أو البنت مردها توصل لي سن البلوغ جميل طيب هل أفاتحهم في مواضيع الحياة اللي حنا نعرفها في الزواج في العلاقات عشان يكونوا عارفين ولا يعرفونها من ربيعهم وربيعهم الله يعلم أصدقاهم مش لون الأسلوب اللي بيجيبونا مثلا أو اللي بيقولنا للعياني فأنا ليش ما أعلمهم علشان هذا جال يوم اللي أصدقاهم يقولون لهم تعالوا بيقول لكم شهيديد تعالوا بيقول لكم ولا يبالحظة أنا عارف الموضوع هذي بالعكس أبو يقال لي شدي وشدي وشدي فأنا الحين محتار أقول ما أقول أسكت يعرف عندي رابعة جميل هو أمانة أنا مش مخير أني ما أقول يعني مش معناها أني لو ما قلت الموضوع ذي ما راح ينولد عنده لا كل سن ينولد عنده ميلاد وهذا السن انولد في ميلاد الشهوة شئنا أم أبينا صحي طيب كيف يتعامل معاه أخي براشد في أحكام شرعية مرتبطة بهذا الشي الولد قام الصبح احتلم ماذا يسوي يروح يصلي الفجر مع أبو في أحكام لها علاقة بهذه الأمور لكن إن الأب ما يتكلم معي لا أقول لك لا لازم يتكلم تقول لي والله في حرج أنا أتفق معك اليوم نرجع خطوتين الخلف لما تكلمني عن المراكز الشيوبية جزء من شغل المراكز الشيوبية هذه النقطة حلو فيها خصائيين اجتماعيين عارفين الموضوع بتفاصيله وعارفين كيف يوصلونه من غير حرج فيقوم الأخصائي هذا يشرح للأولاد بالتفصيل يا عيالي في هذا السن ميلاد الشهوة الشهوة عبارة عن كذا وهذه الفطرة فطرة الله عزيزي عليها بنات حوى أمرهم كذا وإحنا أمرنا كذا والعلاقة اللي بيننا وبينهم انتبهوا يا عيالي وركزها المثل هذا يا براشد بالعكس علو أنه الناس يسمونها لحين ويمكن يقتلون بالجملة هذي العلاقة يا ولدي بينك وبين البنت الآن لأنه فيه فيه يعني فيه احتياج صار وفيه شهوة متبادلة هو للبنت والبنت للرجل وهذا الأمر الطبيعي الآن يا ولدي يا بنتي علاقتكم مع بعض راح تكون مثل علاقة الكهرب عندي السالب والموجب يمشون جنبا إلى جنب بس إيش بينهم حاجز يمشون جنبا إلى جنب ما يلمسون بعض لأن يدخلون بنظام معين في شيء يسمى ليت كشاف إضاءة ينورون المكان والكل يستفيد من هذا النور لكن يولدي لو في نصف طريج المسوا بعض راح يصير نور قصير جدا وبعدها احتراق فيولدي أنت الآن ستبدأ في نظام ما ترتبط بأي علاقة مع بنت يا بنتي ما ترتبطين بأي علاقة مع ولد امشوا في الحياة جنب إلى جنب لكن لاحد يقرب من الثاني راح تدخلون يوم من الأيام في شيء يسمى نظام الزواج هذا الزواج فيه سعادة وفيه نور وفيه بركة وفيه خير لنا ولكم ولمجتمع 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 دنيا وآخرة دين ودين دين ودين مثال البطارية واجحة فيه أبو خالد اللي يهتم أن عياله ما يفرطون ولا صلاة جميل خلينا حموضوا بهداوة بعصبية بضرب أنا أقول لك مهتم في هذا الجانب ولكن التربية قال لك الصلاة الصلاة بتعلمه ومو بس خلي صلي باقي زين وفيه العكس إن شاء الله التربية زينة لكن ما يجيب طاري الصلاة واي تلقاه بس خلاص يقول لك والله في المدرسة بيعرف فجانب الصلاة بس لو ناخد جزء صغير نتكلم عنه أفضل طريقة مثلا لتربية العيال على الصلاة جميل إحنا طبعا الأول عند أخطاء والثاني عند أخطاء أكلمني أحد الآباء يقول لي أبو خالد ترقان لي علي أسوي أحاول أوقض ما نفع أخلي بس قال لي إيه قل ويتلي قلت لأنا بس إلك سواء قال لي تفضل قلت لأنت الآن جالس ولدك نايم في غرفته شوي ولي عقرب داشت الغرفة قلت يا محمد قم يبقى في عقرب داشت الغرفة وما قام بتخلي قال لأوين أخلي قلت لأيوها هل برحق عليه برحق عليه ترى عقوبة الآخرة قد تكون أشد من العقرب احنا ودنا يصير أن يهتم في الصلاة ولكن مش بالضرب مش بالأصراخ أنا كرحت الصلاة يا أخي قال لما الولد نايم خاصة الآن نتكلم عن البلوغ البلوغ نومه يختلف البلوغ دائما نومه يكون نوم عميق لأن الجزء من نموه يكون أثناء النوم خاصة العظام وما شبه ذلك فنومه يكون ثقيل يختلف عن الأصغر وعن الأكبر فلما جيت وقضة لازم شوي تاخذ فترة قبل أذن بذات أذن الفجر شكالي يتديمي في أذن الفجر طبعا أذن الفجر أنا كأب قمت مع أذن الفجر قمت وضيت باقي عن اللي قامة خمس دقائق مراهق يا أخي ما يقدر يقوم في خمس دقائق ما يقدر لا يريد أو لا يستطيع هو لا يستطيع هو لا يستطيع فيحتاج يعني إحنا على شكرة شوابنا الديزل يبيه لأ يصبر يصبر شوي يعني يلا يا حبيب يلا أنا أذكر الوالدة اللي يرضى الصحة والعافية صلاة الفجر قبل الأذان والله يا شيخ يهمز رجلي لينا نحرج وأقوم بدون شيء صحي بل أنا نحرجت يجيني يهمز يدي يهمز رجلي أنا نحرج خلاص ولا يتكلم إذا ما قام حب المساج وتم راقد والله أنا رسل والله أنا حفل وانتشل أبعت فيه هالب خارد يعني ما في فايدة منهم إيه انتبه أنا ممكن أجل الولد وأحاول أو أقضى أو أقضى أو أقضى ما قام أروح أصلي وأرجع وأواصل معه أهم شيء أهم شيء لا تكره في الصلاة ما صلى الفجر في جماعة بيصليها في البيت ما صلى في جماعة المسجد بيصليها في جماعة البيت ما صلىها بيقوم بس يقوم وهو مضايق من نفسه لا يقوم هو مضايق من ومن اسلوبك ومن أصراخك بعدين يا أخي بالذات عند الاستيقاف تر واحد نايم ولما يسمع صوت جميل يلا 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 يا حبيب يلا يبا يلا يبا أذن يلا يبا نصلي يلا يبا توظى توكل على ليل تعطي مثلا الأجر اللي بيجي من ورا الصلاة هذي بس ياركعتين أنا بصراح الوالدة كانت تستخدم معيها هالأسلوب قالت من وعلي شيء أنا راقد أدري أنك تعبان حين أدري أنه مالك خاطر يا سلام ما شاء الله الوالدة يعني تعطيني شرحي شرحي لحالي وأنا راقد تعبان مالك خاطر معلي بس تدري القومة هذي هركعتين تدري شو فيها خير من الدنيا وما في المثل يعني تعطيني أنت له هذي فإنت يمكن أن تستخدم المساج أمي تعطيني جمع المشارة تخليني أقوم جميل جميل الله يكتب جرها وبخالد أنا اللي لاحظت أنه فعلا الصلاة غير موضوع الدين والنهاركن هي تعلمك الالتزام أصلا يعني مجرد أن الطفل لو ما عنده شيء في حياته خنقول لأ نحن حتى يمكن يعني ممكن غير الالتزام في المدرسة ما عنده التزامات صح؟ بس التزامه بالخمس صلوات يعلمه ويتقف فيه شيء دين وينمو شيء داخله أنه يكون ملتزم ولما الشخص لما يكون ملتزم بشيء خمس مرات أقول لك لو مرة في اليوم أو شيء زين نعم خمس مرات في اليوم هذا شيء بيساعده في الالتزام في الدراسة في الالتزام ممكن في الرياضة الالتزام بالأكل زين شيخ مراشد حبيبي الموضوع الصلاة الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة إن الصلاة تتنهى عن الفحشاء والمنقر لو بنقرأها على شكل دائري سنجد إن التمكين سببه الصلاة والصلاة اللي وصلت للتمكين سببه الصلاة فحل اليوم لما نهمل في موضوع الصلاة لما نهمل في كل شيء زين بخارد أنا حند الله رزقني ببنت جميل متى أحجبها في سن معين مثلاً ولله لازم تلبس العجاب وشلون أقدر أحببها في العجاب وخلي تلبسها مثلاً بالطريقة الصحيح جميل الشيخ علي طنطاوي يقول أنا كنت في بيئة الحجاب فيها صعب وبنتي وصلت إلى السن لازم تتحجب فحترت ألبسها الحجاب وتروح للمدرسة ويطنزون عليه ترجع لبيت كارها الحجاب شا سوي هيا فعلاً بيئة صعبة طمعاً الحمد لله احنا بيئتنا بيئة دائمة لهذا الشيء صحيح وإذا شفنا بنت صغيرة متحجبة ونعني عليه نثني عليه وما شاء الله عليك حجابه شجميل يقول رحت أنا وزوجتي للسوق واخترنا أفخم منواع الحجاب الماركة الماركة ايه فزوجتي تقول لي نصف راتبك رح يروح على هذا شكل الفي قال ندفع يقولوا بالفعل شرينا أجمل وأفخم منواع الحجابات حباية جميلة وجيينوا لبسنا البنت البنت شوف فيه شي فخم ايه وتروح للمدرسة والبنات يشوفونها متزينة وااو من وين بكم فصاروا صديقاتها يسئلون من وين عشان يلبسون كل ما زينا البنت جمالها بحجابها زينا كرمتها بحجابها فضيلتها بحجابها وأن هذا الحجاب حجاب عد خديجة وعائشة وحفص أمهات المؤمنين زوجات النبي كانوا يلبسون هذا الحجاب هي رح تلبسه وهي فخورة فيه يعني ما فيه إكراه في الموضوع تنصح أنه ما فيه إكراه مثلا أو ما بيقول فرب لكن الموضوع أمهات المؤمنين أنه حب خليت تختنع فيك شو بخي براشد في التربية في قواعد الموضوع اللي يحتاج إلى كلمة لا تستخدم رفع الصوت والموضوع اللي يحتاج كلمة شوي فيها شدة لا تستخدم يدك وهكذا تدرج أنا على يقين أن عياننا على الفطرة يا رجل كل مولود يورد على الفطرة فطرتها فطرة الإنسان أن يحب الخير ويحب الستر ويحب 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 فطرتنا فطرة الإنسان يعني حتى الغرب اللي هو غير مسلم روح شوف الأفلام القديمة لهم شوف لبسهم كيف محتش مين وملتز مين باقي لبسون النقاط تشوف خي براشد ترى احنا نعرف ويد ناس يعرفون وحيانا يقول ولكن بطريقة شوي جافة القضية ليست ماذا تقول وإنما كيف تقول بمعنى غلف كلمتك بمشاعر يعني مثلا لما تقول حق ولدك أنا حبك بذي شرحت تشكلها لانت فقي غريب ببريك الله أموم القال لكن لما تقول كما أنا أحبك يا ولدي أنا غلفتها غلف الكلمات لمشاعر فلو يعطي أسباب مثلا أنا أحبك لأنه شدي 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 فهو يعرف بخارد نشوف ناس ما شاء الله متعلمين كمل جامعة باكالوريوس كمل ماجستير وكمل دكتوراه بس ما يعرف يا ربي ولا رب عياله صح وفي العكس في اللي يمكن ما أكمل ذنوية لكن تلقام ربي ناجح فهي السؤال هل المنهج والدراسة 18 سنة وفوقها جامعة وفوقها دكتوراه ما علمت الشخص شون يا ربي وفي أزيدك من الشعر بيت في عندنا أمهات أميات صح أميات لكن ربه ورجال نحن نسميها أمية أبجدية لكنها عالمة حضاريا هي عنده أمية أبجدية هي ما تعرف ألف باجيم لكنها عالمة حضاريا ودليل أنها خرجت وفي واحدة ثانية عالمة أبجديا لكن عندها أمية حضارية مش قادرة تسوي شيء للأسف قد تجد المناهج تهتم أنها تخرج موظف ناجح موظفة ناجحة طبيب ناجح طبيبة مهندس مهندسة لكن ليس أب ناجح ولا أم ناجحة لذلك أنت اليوم لما تلاحظ أن في نسبة الطلاق عندنا في بعض المجتمعات ترتفع ليش؟ لأن هذه المدرسة أو هذه الحياة الخاصة حياة البيت التعامل مع الزوج التعامل مع الزوج التعامل مع الأبنة هذا مش مطروح بتفاصيلة في منهجنا الدراسية بخاردة أنا أكثر من موقف في صيدني في مجمع أشوف الأم مثلا مع عيالها فأشوفها شون تتعامل مع الولد أو مع البنت تلقى مثلا بنتها عمرت الزوج سميم في اللي تعامل بنتها معاملة مخ كبير جميل شون تبين تتغدين عجبتش الأكل يلا نقوم نروح السيرمة ولا وين نروح نرجع البيت يلا نرجع البيت وفي اللي ها حبيبي شون تبين تلقين اليوم تلقى وتلقى الطفل يعني ويضرب في الناس ويقطل عصير لا حبيبي خلاص عادة تسوي تشديد فهمتني شون يعني فيه اللي يكبر العقل وفيه اللي صغر العقل جميل يعني أنت تتكلم الطفل أنا طبعا معه اللي يكبر العقل أنت تتكلم الولد كلمة بصيغة أنه حد كبير فاهم قد المسؤولية شوف الآن لما يجوننا الأسيويين يجي أسيوي كده الله عظيم يدرقم في بالي ها سبديك شنو أنت يبي يجيب أنت ليش ما تكلم عارض ليش ما تكلم الله صح أنت كسرت الكرار عقل نقلدهم نقلهم ليش يتكلمون أنت تتكلم أنت اللي علمت الولد الصغير حيث تجعله سيكون نحن نشوفه صغير صغير حجما صغير جسدا لكن عقله كبير عقله قادر يستوعب أشياء وأشياء وأشياء طين شكل ذاكرته الحادة والآلية أكثر مما تتوقعها تحفظ أشياء ما تفهمها الآن لو جيت الولد اللي عمره 9 سنوات حافظ القرآن ترهوم مفاهم شكال ولا فاهم المعاني ولا شيء لكن من قوة الذاكر اللي عنده نحن علمنا أن يحفظ القرآن لكن لو تعاملنا مع أنه صغير رح يكون يبقى صغير ويا ماما ويا بابا وراح يبقى يا ماما ويا بابا لكن لما كلمنا أنه رجل رجل أصبح رجل يعني تنصح بهالأسلوب طبعا وين يروح ماما تعال بابا ليش سوي كذي ما يسوي كذي خربنا لغة الرجف كذلك خربنا لغة عيالنا زرت أحد أصدقائي ولد في رابع أو خامس فتح الباب قلت للوالد موجود قال لي تفضل حياك معلش أنا عندي شغلة بس الوالد موجود قال تفضل تفضل حياك حياك قلتني المجلس القهوة والشاي والتمر كل شيء خلص قال لي الوالد مسافر آمر شوى الله يا سلا شوى الله يا أخي الصدفة ها صدفة لا والله مصدفة في تعب وفي جلسة وفي تفهيم من الأب أني أولدي اللي جاك ضيف ما عند الباب الوالد محد طراخ وبين مسافر وين كل لا يا أولدي أقول لك يعني كأن الوالد داخل بس يقول تفضل تفضل حياك تفضل جلست الوالد مسافر آمر والله صراحة ونعم التربية يعني هذه هذه الأشياء نشوفها احنا بالمقابل أيام كاس العالم وكنت في كتارة في الزحمة والله منظر ما أنسها اللي لف انتباهي كذف من أم على وجه بنتها بنتها عمرها خمسة عشر ستعشر سنة استار استار والثاني طالعتها شديد لو رجل تدخلت لكن أمرأ أو بنتها والله يا جماعة لا تسأل عن نفسية البنت وهي تصيح وجهها أحمر وين تطالع وين تتطلع بين الناس يا أخي شو يبيقيت الغنيه بغض براشد نسأل عن العقوق هي قصة العقوق من وين تبدأ أحيانا قد تبدأ من الأم وقد تبدأ قصة العقوق من الأب أنا ما أقول لれるناس اللي إذا الأب عقق كنت تتعقق أعوذوا بالله هذا الكلام إذا لننقوله وإذا الأبد قصر معك قصر معه أعوذ بالله ياك احنا ما نقول هذا الكلام احنا نقول لو كان الأب كافر كافر انت لازم تبره فما بالك إذا كانت مسلمة لكن تعال شوفوا الاسلوب تعال شوفوا بكرة والله هي العلاقة أحس أن العلاقة بيني وبينها جافة هي رطوبة العلاقة وحنينيتها موين بتجي كف في هذا السن الحساس وفي مكان عام وفي مكان عام والله هذه كسرة الثقة كلها بتمشي منزلها رأسها اللابة بس يا بو خارد أكيد فيه ناس بيقولوني البنت أكيد سوت مصيبة وسوت غلطة كبيرة ما يقابلها للإصطار فانت شوف يعني هو اللي ما عنده للإصطار كحل يعني آخر علاج الكي هو دايما نجيبه في الأول رفع الصوت ورفع اليد عبارة عن بنادوري تخفيف الألم ليس إزالة وهذه الأم لو أم تلكها تشوية مهارات إن في مشكلة كيف نرحلها كيف نجزئها كيف نوجد جز من الحل كيف نحلها بوقت ثاني يعني لو البنت ارتكبت خطأ والبنت والأم عقبتها قدام الناس هل البنت بتقول أنا خلاص ما رح أساوي هذا الخطأ لا المراقي يتكلم بطريقة عكسية تماما رح أسوي وغصبا عليهم وإذا مو قدامهم من وراهم رفع الصوت ورفع اليد ليس حلا وإن من اللي يقوم فيه هو المفلس عاد الناس إش راح يقولون الناس هذه إشكالية ثانية نحن نحيانا نربي للناس إن الولد في السوق إذا قام يصيح يبي حاجة معينة يشتر يشتر قاعد الولد يصيح يصيح قدام الناس يشتر خلص لا والله ما أشتري خلي يصيح بيرفع الولد نبرة الزيادة فوق أيوه لأنه الولد ما عنده لا سمح للفقا لأن الموقف هذي وادي تكرر وأنا آسف كان الكهف بيجي مني أنا الياهل هذي لأن يزودونها حزات صراحة نعم يصيح 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 يصارخ يحرجوا من قدام الناس جميل الولد عنده سلاح واحد يصرخ يصرخ أوكي فيبدأ يصيح ويقص يبضك ما نفع يزيد في نبرة الصوت ما عنده شي ثاني يشوفك تتأثر ولا لا طب إحنا عندنا مهارة نقول غير مكانك يعني لا توقف جنبه وإذا وقفت جنبه احتفظ بمنامح وجهك لأنت معصب ولا شيء هو قاعد يصيح وإنت آدي بيرفع النبرة الزيادة بيشوفك يلا خذ أنت نفس الشيء بيزيد وبيستمر وانت نفس الشيء فينهاش بيسوي أنت وصلت للرسالة تبي شيء يكلمني خل نتحاور ممكن أشتري وممكن ما أشتري حسب ظروفي حينا أنا قاعد أفكر فيها فعلا لو بياه المثلا صاح لهالنفل ما عطيت الشيء صاح لهالنفل شريت له ورب الكعبة راح يصحل للأبد راضي للأبد الإشكالية وين اتمر وحدهم عندهم من أمهاتنا ايه تولدي حرام تخلي شيء في خاطرة تبذيك ايه لا والله يم أنا عندي يا يم ترى هالحاج اللي يبيه بريالية ولا بخفصة ايه ربنا بس أبي أعلم أبي أعلم أولا يحترمني أن البكاء ليس حلا البكاء ليس حلا لا وانت صغير لا وانت كبير لا أنت كأمة لو تقعدون تصيحون عشان تستردون حقوقكم ما في فايد وهل ممكن أتعامل مع شوية عقاب يعني مثلا المرة الجاية ما ودي الجمعية ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها ليش لأنك صحت قدام الناس وحرشتني مثلا جميل ما دري حسا ممكن اين حل ايه إن قلت له لأنك صحت المرة الجاية ما راح أجيبك وفي بعدك لا تعطي وعود وما تنجزها قزك لا تودي تصير طيب أو تودي لا يا ولدي أنت اليوم جينا الجمعية طلبت شيء مبزيد وصح السبوع الجاية كالعادة راح أجيبت الجمعية بس السبوع الجاية ما راح أجيبك ايوة خانتك قلت له ما راح أجيبه لا تجيبه عشان يفهم أنه أبوي إذا قال شيء يسوي يعني أي شيء ما راح أشتري لك يا لا يعني لا وهو أكبر مصيبة أو كان مم تزوجها كيف شفتها شفتها عند خواتي إخواني عندهم عيال فعلا مع الصيحة الثالثة ولا الرابعة يعطون الشيء صادها الولد ذاكي ترى الولد طبعا لو بنتكلم عن عمر التينيجر خنقول العمر هاي 11 15 16 17 17 يجيك مشاكس عنيد تقول لي مين يقول لي كي صار كل يومين ثلاث مشكلة يعيتها من المدرسة صاحب التعامل معه شنو ممكن يكون الحل معه خلنا نحط قانون السلوك الآن هو عند السلوك معي السلوك له دافع كل السلوك في الحياة له دافع سبع اي الدافع هذا فقط نستثني من المجنون اللي هو لو سوى أي شيء ما نقول ليش كرتحم اي سوى ذلك نقول ليش الدافع إما حصول لذة أو غروب من ألم كما إما حصول لذة أو غروب من ألم هو قاعد يسوي هذا الشيء يتلذذ به إذن عنده خلل في مفهومة للذة أو هروب من ألم قد يكون عنده بيت طارد وليس جاثب بعض البيوت طاردة فيطلع من البيت مطرود مطرود نفسيا مطرود عقليا مطرود اجتماعيا مطرود أسريا من البيت فناقم على المجتمع برع قد يكون حل المشكلة مش في المدرسة في علاقة الأب والأم قد تكون المشكلة في علاقة الولد مع الأب قد تكون فنبحث احنا وين الدافع لهذا السلوك يعني الآن لو جينا احنا في تاريخنا الصحابة رضي الله عنهم تجد رجل في الجاهلية من الشر ما يكون خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقيه دور مفتاحها وين يا خالد إنه لك عقل نيرا عقل ناضج لن يقودك إلا إلى خير وفي النهاية انقاذ خالد الخير فتغير كل هذا هذا الولد المشاغب أرجوك لا تجعله إن هذا من أهل النار وتتعامل معاه وتتوبخ فيه قدام أقران وكذا لا اكسبه حاول تكسبه وشوف إذا تغير واكسب القوة إنه فيه والثقة يعني ما شاء الله إحنا وقاتنا نشوف مشاغبين بس أنا نطالع إنه فيهم ثقة ثقة كبيرة في كلامهم في تحكمهم قياديين تلقاهم حتى في بعض السلوكيات السيئة مثل اللي يستعرضون بالسيارة في الشوارع الحركات تارى صعبة بمسهلة نعم أنا يشير عنها تايرين لحظوا شوية هذه مهارة بس ما طبقها صح وعد عليها مثلة كثيرة أنا مثلا في السوشين ميديا شاطر مثلا وعرف أصور وعرف أسوي أقدر أسويها بالشينا وأقدر أسويها بالزينا جميل عندنا طالع في المدرسة اللي يرسم لي على الطوفة اللي رسم لي على الطاولة اللي يرسم على الجدران يرسم هو راس هو رسام بس مو في مكانه وين يرسم وش يتمحب وين يرسم وأيامنا ما في كاميرات يا ربي هذا يخرب الدنيا وين وين لين حصان الولد داري إن فلان لفلاني هولي عبدالغافر يقول مشاغب هولي قاعد يخرب ويجي للمدير قدام طلب لو سمحت الشي لكتبك برع قدام طلب برع يلا برع ويقوم مسكين مكسور من بينهم ينطرد الآن والمدير يمشي معاه ويسمع الكلام الجارح القوي برع خربت المدرسة وتلون هني وتخرب هني برع 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 لين عند بوابة المدرسة مجهزين للأصباق والفرشا وكل شي قال توني بكر هني مدير قال زين المكان الصح شا يستغن هو عنده طاقة هذا المشاغب عنده طاقة بس وين اللي قادر يستغلنا وإن اللي قاسف يوضنعها صح وأحيانا الأم أو الأب يسمعون عيالهم كلام كوي انت فاشن انت ما تفهم يا أخي غبي يا أخي ما تشوف يا أخي ويعطونا من الكلام اللي امتكرين يمكن ناورا بيأثر فيه خلوا خلوا يحس يمكن يتغير والله أثر بس أثر في الهدب مش في البناء أثر سعدني الكلمة فيها سحر بالكلمة نبني وبالكلمة كذلك نهدب نهدب احنا ترى مكونين من كلمات انت مكون من كلمات مفاهيمك أفكارك معتفداتك مكونة من كلمات سمعتها من الناس فتكونت شخصية عبد الله وأنا سمعت كلمات من الناس ما زالت في بالي سلبا أو إجابا فتكونت شخصيتي احنا كل المحيط اللي فينا مكون من كلمات وجمل أخي براشد عشان تعرف أثر الكلمة اسمع القصة هذه طلاب رابع ابتدائي ادخلت عليهم الخصائي وهم شو مشاغبين ترى أنا أي مشاغب أي عنيد أحبه هذا مختلف هذا قيادي إيش مرحة عنيد أخي فلان هذا عنيد عنيد يعني عنده وشد نظر خاصة عنده قراراته عنده قراراته لعل هذا في البيت علموا أو عودون يعطونا مجموعة خيارات لا مجموعة قرارات هذا ولا هذا ولا هذا اختاري أولدي هذه الشخصية مختلفة أنا اللي سووا سووا كذا الطلاب دي لهم فيهم شوية مشاغبة الظاهر ادخلت عليهم اللي الخصائية طالعتهم آه يا الشلة الفاشلة هم مجموعة شري مع معهم في الصف الشلة الفاشلة ركبت الكلمة هذي وراحت اللي الخصائية فكوليش ما نسوي شلة ونسميه الشلة الفاشلة ويلا ثمانية تسعة عشرة وصال عدتهم ستة عشر واحد الشلة الفاشلة والمنبر شبك المالايزية ايه والدخول لازم فيه يعني يكون لا لا تانية كثير شروع سبسكرايب والمحينة الآن سووا لهم شعار سكين شبية وكاتبين عليها الشلة الفاشلة ليش عشان نعرف بعض هل يحطونا واشي مهني شفت شلون فوق هذا اللفو سبات يسبونه شتايم بشياء مثلا جوال معناها سبة طاولة معناها كذا فيسبون المعلمات بطريفتهم لغة خاصة بيهم ياخي ياخي هذا هذا عقل جبار تحت مظلة الشلة الفاشلة كلمة كل من قالت والآن فأصلا بديهيا ما يقدروا نسوهم شي زين لأنه ما يركب مع الاسم احنا شلة فاشلة يا بلاو ما ندل عليك تصلح تكون نخص طايفي من تسف زين أنا ترى بوحي يقول ليش بيك بسر وزين من زين طيب اللي يبي يدخل معهم ايه اسمه ينكتب واسم أمه فأنا قعت مع القائد قلت له طيب ولاش اسم الأم ليش يعني قال لي يطلع من عندنا إذا انسحب سر انعلم الطلاب اسم أمه طب عندهم أن ايه صحب ايه انا عندنا قابل بيصنعهم ايه بس سن هذا اسم الأم عيب اي ايه فاسم أمك ينكتب عندنا تطلع انعلم الطلاب اسم أمك تخيل واذا حد من الطلاب اعتدى عليك ترك كله نفزع لك ناتو نعم حيث ناتو ايه نعم لما سمعت القصة هذي رحت قلت حق المدير رازم نقعد معهم في قاعة الاجتماعات اجتماع رسمي قاعدت القائد قلت له انتو ما شاء الله عليكم رائعين بس بنغير الاسم بنسميكم الفزعة فزعة المدرسة انتو تنظمون المدرسة اذا في مشكلة انتو تحلونها ولبسناهم درسات الفزعة وحطينا لهم نجوم وما شاء الله عليهم اصبحوا عالم ثاني مختلف لا تستهين في الكلمة الكلمة تفجر طاقات والمشكلة والكلمة ايضا تهدم امكانيات وتهدم طموح يجيك واحد يقولك من صجك انت يا اخو يريح نفسك المشاريع هذه يعني انت اللي بتنجح فيها يا مناسب الشراء وانت اللي بتنجح شي تسوي الكلمات هذه لذلك فيه اكتاب اللي هو ضمان عالم مئة المئة اشتركوا في ثلاثة العظماء العظماء اذا ما قرأت الكتاب انا بالاخصال لك الحين المئة كل واحد منهم كان له هدف واضح رقم واحد اثنين عند استعداد يضحي في سبيل هذا الهدف عند استعداد يضحي في سبيل هذا الهدف ثلاثة ما لعلاقة بكلام الناس كلام الناس احيانا يحبه مدمر بس احيانا نشوف ابا يا ابو خالد يحرصون على الكلام اللي انت تقوله لهو الكلمة الطيبة جميل بس بو اوفر بزيادة كيف ولدي غلط كلمة حلوة غلط ثاني كلمة حلوة انت معناها قاعدة ثبت الخطأ عند الولد ان نقول المحسن احسد والمسيء اسأت لا يولدي هذا غلط يولدي هذا عيب يولدي هذا حرام وميز واكره ما عندي ابو خالد اللي عياله قاعدين يضرون الجيران ويضرون الناس ومن الحين طيبين معاهم وحنونين وكلام حلو وهم لأنركز ما يضرون في انفسهم او في شخصياتهم واغناقهم في الغير انا دائما انا ما حب التعدي على الغير مفروض الابو ما يسكت عنه هذه قصة ابو راشد صارت بين جار و جارة يقول عيال جيران يلعبوك وراء وكسره والليت معا لي عيال جيران وكله واحد وصلح ثلاث والمرطي ثاني يوم يلعبون ونفس الشي بالليت الثاني بحلو قتل يجو مع مبعدلة يا عيال عيب يا نجاركم كذا سين ثالث يوم وبعد يكسرون لها يقول مسكت واحد من عياله وقرست ذنه شوي قرصة اي ويروح عند ابوه الاب على مركز الشرطة اه الولد شتكه عند الابو عند الابو والله الجران طاقني اه يوكلموني مركز الشرطة راحت قاعد عند الضابط ان ضربت الولد قلت لقو لا اله لله قال لا اله لله ان ضربت الولد قال قول لا اله لله لا اله لله قد ضربت الولد قال يا اخي قول لا اله لله قال يا اخي لا اله لله قل قل قال ثلاث مرات لا اله لله وان زعشت قال مثل كم مرة كسرني يحترم الغيور.. يحترم الأخ إلى الجار هذا ينعكس على الأب نفسه ينعكس على اسم العيلة ينعكس على الأسرة يسأل السمعة كاملة فأنا لا شكر أني أنسان يأكل.. يچربي.. يتألم فقط لا.. فأنا榜.. اللي يجي القادم خلاصته يا براشد إنما يقول له أنت يقول السلوك هذا السلوك مبزين هذا السلوك خطأ أنت زين السلوك اللي صدر منك مبزين بس البعض اللي يستخدم كلمات اللي أنت غبي أنت ما تفهم تدمير تدمير هو غبي قال له مثلا هو لعله في مسألة من المسألة ما قدر ما عرف ما سطع عني جاو يغلط بس هو ناجح في أشياء كثيرة جاني طالب يقول لي أنا أبوي يقول لي أنا فاشل في ثاني ثانوي قلت لأنت عندك 11 سنة نجاحات مسكين قال لي شلون يعني قلت لأنت نجح في أول وثاني وثالث ورابع وخامس ليه ذاني ثانوي ليه ذاني ثانوي هاي كلها نجاحات أنت عندك رابع عندك نجاحات يعني قدر تكسب أصدقاء أنت ناجح هيتكلم أنت 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 فمسكين يعني حتى نجاحاتها ممسوحة بخار ذلك الجمعات العائلية مهمة لتأثر على التربية الجمعة وقت الغداء الجمعة وقت العشاء في عوائل تلقى هاي الأبو بنفسها قاعدت تغذى في صحنة شديد ويعقوبها وصلوا لعيال مثلا من المدرسة وقاعدين يأكلون برو الحم وبعدين الأم تاكل فهل هذا الشي مهم؟ أقوى الشيء وأهم الشيء يحمي الولد من الحراف هو الحب الحب داخل الأسرة هذه اللقاءات هذه التجمعات إحنا الأسف الشديد نبي الدولة تنظم لنا حتى وقت الغداء لما تسأل الأب اللي تفضلت عننا الحين إخي ليش تسبكت عيالك يا أخوي دوام يخلص ساعة يا أخوي صبر شوي أنت صبر شوي وهم يقدمون أنت تأثر أسنقعد اليوم في هذا العصر اللي هنعيش فيه لو ما تغدينا مع بعض طر الفطور ما حد يفطر مع الثاني والعشاء اللي فيه شغلة واللي برع فيبقى عندنا هذه الوجبة هذه الوجبة يعني وجبة فضل فضل آجي أجلس والله اليوم عندي في الشغل كذا هاي يوليد ايش صار عندكم في المدرسة يولي يا بنتي كذا يعني نجلس لأول أدهى والأمر على الوجبة هذه وكل واحد بعد ماسك جوابه أو الأيباد على جام شهر وبقعد يأكل وهو مش معاك فوين الحب اللي بيصير يعني على الأقل هالنص ساعة والله هالنص ساعة نجلس مع بعض نفاط يا أخوي تغتقى بالله أضرب لك أنت على المشب ليه جوه أي مشكلة لا تطرحها الآن الولد مثلا في المدرسة مكلمينك الولد اليوم سوى كذا 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 آه انتظر على الغدر وهم وجلس ها حمود هاش تنسوي اليوم والله مواكتر والله مواكتر الولد جاءنا من المدرسة وتعبان خليد خليد خليك عندي مورك طيبة على الغدر أخوام يخليه بس بعد يعطينا الغدرات نعم حذر العيش شو غد اليوم الغريب يا براشد ان اليوم بعض الأسر كانهم عايشين فيه نظام فندقة نظام فنادق الغرفة هذه ما لها أي علاقة بالغرفة اللي جنبي أمهاتنا الله يخفر الحيو الميت منهم احنا كبار ومتزوجين وعند نعيان وما زالوا ينتظروننا فلال ما تتجي عشان سننام اذا انت ما وصلت احنا ما ننام اخي هذا الود هذه الرحمة وهو جالس مع ربعة الوالد تنتظرني يلا يا جماعة بحرك صلاة الفجر يعني يعني فيه روح داخل الأسرة وليس كل واحد عايش لنفسه في بعض الأباء أصلا وناستهم برا تلقى داعد مع ربعة وفعلا النظام فندقي يجي عشان ينام وثاني يوم دوام يرجع يقيل وبعدين يطلع هذه بعد تدخن اقول لك شيء ما خلنا حلقة زواج عشانا حلقة زواج بس اصبر اصبر لا تزعل لا تزعل يا براشرك انت هنا عندك عيال انتعلت عيالك رقم خمسة في أولوياتك لا تزعل إذا بكرا خلوك رقم خمسة في أولوياتهم لا تزعل لا تزعل والله عيالي ما يبروني يا جماعة لا حد يفهمني غلط يقول لي ها إذا هم ما برواك لا إذا بو يطردني وشتمني وحرمني من كل شيء واجب علي بره لكن اكلمكم عن الدين اللي انت قاعد تعطيه والسلف فلما أنا اجعل عيالي رقم واحدة ولوياتي أنا اتفق معك بعض الناس دوامي يخلص يطلع يروح لشيشة يروح لمطعام يتقدم عربعة والله ان غدرك مع عيالك أولى من ايش ما كان عبرك عبرك يا خلص دوامك انت غايب عن البيت ست سبع ساعات ارجع هذه البيوت الجاذبة حتى الولد في المدرسة يخلص ما تلاقي ما يلعب لأن بعض المدرسين بعض الخصائين يقول لي يقول بعض الطلاب ساعة وحدة ونص ما يبي يروح البيت قلت له حبيبي ترع عندهم مشكلة ولا الطبيعة انه ينتظر ابو ينتظر أمه متب يجون المدرسة يأخذونا يطلع يبي يروح البيت لأنه فيه بيت جاذب بس فيه بيت طارد فتلاقي مسكيم استمتح في المدرسة ما يبي يروح البيت فالخصائي يقول مدرسة ادنا طيبة ومدرستك طيبة ان شاء الله لكن الولد نار اليوم للأسف من الصعب انك تشوف ولد او بنت عندهم القناع انه يكون قنوع بالشيء اللي عنده فتلقى دائما يسأل عن الكماليات وللأسف في بعض العوائل الغنية نحن نقول لأن العوائل الفقيرة ممكن ما تواجه الشيء ذي بحكم ان الولد تعود على انه يعيش على الأساسيات لكن بعض العوائل الغنية اللي هو عنده فالولد كل ما طلب عطاه من هالكماليات من هالكماليات انا ما اقول لك عن لبس ما اقول لك عن سيارة بسيطة تهدي وتيبة لا كماليات 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 حتى بدون انجاز نظارة كشخة جوال اخر صدار سيارة وايد حلوة اسوارة للبنت من البراند الفلاني شنطة معينة فتلقى المشكلة وين ان الولد او البنت تشوفون مثلا الاب والام ما شاء الله عايشي في خير الابو عنده اخر سيارة والام ما شاء الله من هالشنات والدلع ففي خير في فلوس والله الحمد فهم عظوا ليش ليش انا ما عندي ليش ما تعطوني ليش ما انتوا عندكم ليش ما انا ولدكم الدلال الزايد والشدة الزايدة وجهان لعملة واحدة يخرجان انسان عنده نقص وعنده يعاقة يعاقة ما راح يقدر يتأقلم مع المجتمع احنا نحتاج الى اشباع اشباع عاطفي لو سألتنا اهم شيء للولد باقول لك وجود امه وابوه جنبه احنا الاسف الشديد الاشباع العاطفي قللنا فيه وعوضنا بالاشباع في الكماليات كماليات الحياة اجمل مركوب واجمل ملبوس واجمل مطعم واجمل 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 والنفس هذي كأنها خاوية انا اقول انت من ساعة تسلسلت اخوي براشد وقلت سيارة نظارة وشنطة ايه وبعد كمل بعد كمل بعد كمل يصير هذا الولد عبارة عن معدة استهلاكية ويشوف مكانتي الاجتماعية بما يستهلك لا بما ينتج شفت ساعتي بكم شفت قلومي بكم شفت سيارتي بكم داريت سنوين رح اسافر اذا مكانتي الاجتماعية بما استهلك فلازم استهلك ربطها بالكماليات ايه استهلك استهلاك مش طبيعي لا لا مش طبيعي مش سيارة زينا لازم سيارتين او ثلاث واذا اربع افضل مش نظارة اذا ثلاث افضل لان انا بيطلع في مكانتي الاجتماعية شفت رقم سيارتي بكم شاريه عشان سوى نوانشي في الشارع زين هذي الولد رح يوصل الى في النهاية بقولك نتيجة بتستغرب منها رح يكره امه ابو شلون شلون في علم النفس يقول سبحان الله اي ولد مدلل يعطى كل ما يريد يكره في النهاية امه ابو تقول لي ليش ني والله التسلسل العقلي يقول رح يحبهم يعطونك ايه صحيح لانه رح يطلب وراح يطلب وراح يطلب وراح يطلب وراح يطلب في جي يوم يقول لأ اول ما يقول لأ ما في اي رصيد عاطفي توقفت العلاقة انا بطيارة باسمي لا لا ما في رصيد عاطفي بيني وبينك كل اللي كان بيني وبينك هماليات الفلوس اشتيبي يخذ جوال خذ سيارة خذ نظارة خذ ما كان فيه شباع عاطفي يا جماعة لازم فيصير شباع عاطفي خاصة اليوم العروض كثيرة للبنات وكثيرة للشباب اذا ما فيش باع عاطفي داخل البيت توقف عرض الميت تبحث عني برا البيت انا بخارس الفيديو لي حتى والله ما كنت بحضر له وقلت في بعض البرامج على موضوع الكماليات والاساسية لان بعض الشوابيح اني تابعوني في السوشل ميديا والاغلب اصلا اللي تابعني من الزيرو شو من الزيرو يعني حرفيين امكان في حسابي صفر ريال قطري نعم انا بديت السوشل ميديا يجري قبل ما دوق فشافوا التسلسل اللي صاير بس في ناس تابعوني في النهاية وقالوا يا عبدالله انت تعلم عيالنا على انك قاعد تتشرى سيارة ساعة وغيرها اقولهم ليش ما تشوفون الجانب الايجابي ليش ما تقولون لعيالكم ترى فلان او علان جاوبوه بتعبهم مو بطلب فانا قلتها حرفيا قدام الكاميرا انا ما قد طلبت من اهني كماليات نعم ابي سيارة وسيارة توديني وتيبني بس في فرق لما ابي سيارة عادية انا انا اتذكر اول سيارة اني كانت المتسبيشي الذهبية ستة زلندر فيها جناح خايص وراء فهذه مثلا سيارة كانت توديني وتيبني علموني على انه وشه هذه الاساسيات نعم انا بنوفرها لك وكنت اطلب كماليات بس شنو كمالياتي مسكي الكماليات اللي كنت اطلبها مثلا البلاي ستيشن ابي والله الجوال النيديد كانوا يعطوني اياها وي كماليات بسيطة بس شكرا يعطوني اياها بالانجاز اذا نجحت بيجيك جميل غير موضوع الاساسيات فانا دايما اقول الكماليات يبهى من جيبك دايما انتو تعودوا انتو يا الشباب انا الكلام الحين مو بلل الابو ولا للمام الشباب تريد يضلعون والله للم عمرك 12 انت حين قاعد تابع نفسك تابع تحت المعلومات يوم الجمعة قاعد تابعنا الحين صح ولا لا فأبيك تفهم كماليات تعود انك تهيبها من جيبك عشان انت تحمل خطائها وانا معاود الناس ياخذون من هذه الكماليات لكن في النهاية يبتها من جيبك ما تضغط على ابوك على كماليات وعلى فكرة الآن متع خاص اني انا جبت الكماليات من جيبي وتلقى حتى ويقولك ما شاء الله شلون والله انا اشتغل اليوم احنا مصادر الدخل عندنا ترامختلفة بخارج يعني ممكن الواحد في المدرسة ويكون عنده بزنسة الخاص نعم ما عندك معلول امثلة كثيرة اتفق معاك اخوي براشدة اللي قلت لذلك رسالتي لكل ابن الله اناعم عليه لا تعيش عيالك لا تعودهم على الكماليات الا اذا انجز وانتم وعدة بشي وفي بعدك بخارج احنا نشوف حزات اولاد او بنات اذا ابوهم موجود او امهم ماضي احسن منها الولد خلي روح لابو شخصية ثانية تمامة وتلقى حلود سلة اجابك في ويهك او كي والله انا قدام ابوقي الحمدلله ما اغلط ويحبني ابو وفعلا ابوه يحبها بس من ورا ابوه يسوي كذي ليش لان ابوه قاسي معاه او امه قاسية بس في اللحظة هذي اذا انا موجود شديد 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 ويمشي عليهم قوانين معي اخوي براشد انا بعطيك مثال لو رفعت لك السلاح شم تسوي ترفعي واما او 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 سويت شاي منزلت السلاح منزلت أنا ما أعطي تربية هذي الأب بكرة بيسافر الأب بكرة بيغادر الأب بكرة بيعجز فاللي يطيعك بالخوف لما تغادر بيخالف أوامرك صدقني هذي قاعدة هذي قاعدة اللي يطيعك خوفا أول ما انت تغادر راح يخالف نفس الشي بعض المماش تقول والله لما بطلع انزعج من عيالي وكذا قلت له ليش هذا ماسك عبايتي وهذي بيطلع وابتشعن على سواء الأحوات يخشون عيالهم بالأرضى ويطلعون ترى هذا مؤشر إيجابي هذا مؤشر جميل ان في حوب ان الأم تطلع لا نبي نكون معاها الأبي يطلع نبي نكون معاه فهذه كلها مؤشرات انت كأب ايش وضعك في البيت لما تدخل ولم تطلع والله يا بو خارد ان هاي الشي أنا عشته مع المدرسين في المدرسة سبحان الله ومتأكد ان الشوابه حين يتفقون معاي في مدرس يوصل شواب 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 حاسب حاسب يخي سكت سكت والله تكفى عصبي هذي أوكي وتشترمه في الصرف نعم وتلقى ده عشور المدرس ونعم عصبي ويضرب مثلا ولا شي بس اذا راح فكه ما بغيروح وفي مدرسين سبحان الله يدخل بتسامت في ويا ها نا وصل شخبار بخارد وان شاء الله ما شاء الله انك منهم يعني ما بيمدعك فويك لكن فعلا كل الطلاب اللي تخرجوا من تحت يديك نفس الكلبة قالوا احترام عظيم وراحة نفسية يعني أنا مرتاح داش هذي أنا احترمه مرة احرجوني الطلاب اختبارات نهاية العام ايه دخلت لكم مراقب دخلت لدقاعة مراقب طيب نقدر لذيش طيب بخالد بخالد ما يصير تغير لأنهم منحرجين يغشون قدار اوه والله حتعودك لسوداني صح بخالد نشوف صف ثاني تذكر السلام علي جدي الله يذكره بالخير مدرس رياضة عندنا مصري يا اخي عسل عسل اقولك يشوت الطلاب يشوتهم امشي لها امشي لها ويضربها ويحن الطالب ندري انه شديد يحبه ويلمه ويعانه سبحان الله هاي فيها وايد يفرق لسلوب بخال لسلوب وايد يفرق سالفة اني بكون شديد وقتها ما في فايدة بخالده أنا أب والله بلاني بالتدخين يعني أنا طبعا طبعا ما أبي غيال يدخنون طيب شروع التعامل في الموقف هذا وممكن أرجع أبو المتابعين يطلعون يدخنون وغيالهم ما يبوني ويدخنون أكيد كل مدخن ما يتمنى ولده أخوه ان يدخن لكن يحاول ان يترك يحاول جاد ان يترك في النهاية ضرر وفي النهاية وشيء محرم لكن قدام عيالك كل ما قعد وشافه ويحرص انه ما يشوفونا لكن ان شافه يعيالي دعواتكم لي الله يفكني من هالبلة اللي أنا يعيالي والله ضاك صدري يعيالي والله اني تعبت والله انها التدخين مضر والله اني كذا وكل ما جلس معهم يكلمهم أحد الآباء يقول أنا أدخن بس عيالي ما يعرفون حتى زوجتي يقول درت بالغلط بس عيالي ما يعرفون يقول وانا يعني ما ما أدخل البيت والباكيت معاي وتعطر والعلوش والقصة يقول لي اليوم من الأيام عيالي يقولوا يبا احنا حاجزين لك موعد في المستشفى خين صعب أي مستشفى قالوا عشان تدرك التدخين آه صيدينة صيدينة وعارفي ويظن ان عيالة ما يثلت هو يتعلقها مسكيني وما يدخل خلاص هو باكيت بس صعب الباصل فأي عادة تبعيالك يكسبونها منك سوها بخارج عادتك العافية أنا ويت تعلمت اليوم ان شاء الله ان المتابعين تعلموا معنا كلمة أخيرة في حطة التربية كل أب عنده شيء من الخوف على عياله وهذا خوف طبيعي والله سبحانه وتعالى أعطانا النصيحة والوصية قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فالتربية عملية مستمرة يتشارك فيه الأب والأم والإعلام والمجتمع كله دورنا الأسباب والهداية والتوفيق على الله عز وجل أنا عن نفسي استمتعت في حلقة اليوم وانشاء الله أنكم استمتعتوا واستفدتم وانتظرونا في الحلقة اليوم اللي بتكون عن الزواج عندنا واحد تفاصيل وسوالف قوية لفينقولها بخارد عدد إن شاء الله مجاهز لنا محاول روعة في حلقة الزواج حاضر أنا مجاهز أسئلة تروا أنا خطوط حمرة يوتيوب يا باب ما فيه ما عندي يا ميزار شوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله دين وطيم